مصرين النهاردة من الفجر تقريبا ناس صلت الفجر وهي هناك وزارة الإسكان طرح شقق في بدينتي والرحابة لحضراتكم والشقق دي مش رخيصة على فكرة أبدا شقق بيصل سعر لنص مليون وستمائة ألف وسبعمائة وفيه شقق بمليون جنيه مليون وشوية كمان الشقة وده بيطرح ليه؟ بيطرح عشان نعمل منه الإسكان الاجتماعي للمصريين كمان والإسكان اللي هو لحضراتكم يعني فبنطرح الحاجات دي للناس فيتيجي الفلوس دي لوزارة الإسكان اللي شغالة في هذا المشروع مع الهالة الهندسية مع الجيش العظيم للمشروعات والإسكان والعشويات وغيره طرحوا مجموعة كبيرة جدا من الشقق وقال لك لو سمحت الشقة دي تفضل قدم كراسة شروط تدفع خمسين في المئة من تمانها الخمسين في المئة مش عشرة جنيه وربنا يا زيتكو يبارك مش متدايق والله ده أنا ممسوط جدا النهاردة وسعيد جدا أنه البلد فيها فلوس أن المصرين النهاردة راحوا ضخوا مبالغ ممكن تعدل مليار واثنين مليار جنيه أنا بقول النهاردة ضخوا حوالي كده يعني ليه بقول كده الشقة أو الشقة الوحدات دي مساحتها من تمانية وتمانين متر لمية واحد وتلاتين متر أقل مبلغ بيدفع النهاردة أقل مبلغ بيدفع النهاردة حوالي ميتين خمسة وستين ألف فيه ناس دفعوا النهاردة نصف مليون كاش ربنا يا زيت ويبارك أنا بقوله ربنا يا زيت ويبارك ولما تشوفوا الصور قدامنا الزحام والتكدس والخناءات عشان ندفع ناخد الوحدة دي وبحيز ملاقف موقع صادر البلد اللي كانوا متابعين هذا الموضوع من الساعات الأولى من الصباح وعايز أقول له حضرتكم ناس حجزت الأماكن من المبارح من المبارح ناس حجزت المكان اللي عشان أقدر ألاقي وأول خمسمية دول عايز أقول لكم كانوا هناك الساعة خمسة الصبح أول خمسمية كانوا موجودين خمسة صباحا وشوفوا اللي قدام حضرتكم شوفوا الناس يا جماعة السباقة على الحصول على شقة شقة وحدة سكنية موجود قدام بنك الإسكان والتعمير وجدية الحجز اللي هو بتدفع خمسة في خمسين في المية من القيمة للوحدة المتشطبة اللي هي وحدة مميزة جدا في الرحاب ومدنتي مش في أي مشروع الرحاب ومدنتي انت عارفين طلعت مصطفى اللي شركة طلعت مصطفى اللي عملك كلام ده والشام طلعت مصطفى وقال مصطفى يعني كلهم الشركة تمتلك الرحاب وتمتلك مدنتي قد المصلين قدامكم شوفوا حضرتكم عشان تعرفوا البلد أخبارها إيه ونعرف الحالة اللي كانت موجودة عليها النهاردة ونعرف الطوابير اللي موجودة ونعرف الفلوس اللي بتطلع دي فلوس بتطلع أنا بتكلم على النهاردة مئات الملايين دخلت البنك مئات أنا بتكلمكم على الأرقام خرافي وهمية تدخل البنك في يوم وكان المفترض يكمله مش هيكمله ليه لأنه كل الحاجات اتحجزت كل الوحدات المطروحة تقريبا تقريبا يعني اتحجزت مفيش من العداد اللي موجودة ده في ناس النهاردة ملهاش نصيب إنه يحجز شقة لأنه الحاجز بأولوية الحضور بأولوية التواجد يعني هنا مفيش واسطة ولا وزير الإسكان نفس الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة يقدر يتوسط لواحد ميقدرش لأنه كل المواطنين سواسية زي ما حضركم شايفين اهو قاعدين اهو بالدور بالرقم اتفضل أول واحد التاني التالت المتين الربعمية خمسمية الالف الالف وخمسمية اتفضل الالفين اتفضلوا لو سمحتوا وطبعا بانك الإسكان اللي موجود في المانسين واللي موجود كمان في عباس العقاد دول اللي كانوا بياخدوا النهاردة من الناس او من حضراتكم الفلوس ولكن كان فيه شوية عشوائية اللي هي في عملية التنظيم شوية طبعا نتيجة للزحمة الشديدة لدرجة ان الناس يعني حصل تدافع واقتحام للبانك عشان مين يبقى يدفع الاول ومين يعمل ايه ولكن في احد رجال الشرطة المحترمين ضابط بردبط نقيب لوحده لوحده قعد ينظم يا جماعة خلينا منظمين شوية بدل ما احنا الهرجالة ديت وعشان ما يحصلش ضربه الخناقات نبدأ ننظم شوية كل عشرة كل عشرين كل مية يوقفوا كده وراء بعض عشان ايه تبقى لو بدأ ينظم بنفسه الناس عشان يبدأوا كمان يدخلوا على البنك واحد واحد كده او مجموعة مجموعة يدفعوا الفلوس اللي هي خمسين في المية من قيمة الوحدات اللي هي بيتم حجزها في مشروع مدينتي ومشروع الرحاب والفلوس ديت بقول لحضراتكم بتتاخد عشان الاسكان الاجتماعي بتاخد الفلوس ديت من الناس اللي عندها مقدرة بروح بدفعها او بوديها بابن بيها مساكن للناس اللي ما عندهش مقدرة الاسكان الاجتماعي اللي حضراتكم عارفينه اللي بيتكلف حوالي اربعة وستين اه اربعة وتسعين مليار جنيه بيتعمل بيهم اسكان الاجتماعي للناس اللي هي محتاجة اللي هي مش قادرة بتتسلم وحدات محترمة جدا بتليق بيهم بيتنقلوا من مكان لمكان اخر النهاردة بقول لحضراتكم كان حالة محترمة جدا الوحدات عشان تبقوا حضراتكم عارفين اللي معروضة اللي مساحتها مثلا تلاتة وتسعين متر تلاتة وتسعين متر النموذج به المجموعة مية ثمانية وعشرين اسعار الوحدات ايه هي قدام حضراتكم المساحة تلاتة وتسعين تمنها سبعمية وعشرين الف مية ستة وسبعين كام سبعمية وعشرين الف جنيه المبلغ المطلوب اللي بيدفع النهاردة تلتمية وستين الف جنيه تلتمية وستين الف تمانية وثمانين اللي مساحتها مية اتنين وعشرين متر تمنها تسعمية ستة وتلاتين الف جنيه تسعمية ستة وتلاتين الف المبلغ يدفع النهاردة يعني ناس من اللي قدامنا النهاردة بيدفع النهاردة كام ربعمية تمانية وستين الف جنيه اللي مية واحد وعشرين متر تسعمية تمانية وعشرين الف جنيه تمنها بيدفع النهاردة ربعمية أربعة وستين الف في القسط عشان حركوا تبقوا عارفين القسط طبعا قيمة القسط السنوي على ثلاث سنين عشان القيمة على ثلاث سنين ثلاث اقصاد كل سنة بيدفع 155 الف جنيه